قطع أنس الأثوري مسافة حلم حتى جاء إلى هنا طريقه بالتأكيد لم يكن سهلاً بل محفوفاً بالكثير من العراقيل وبالرغم من الصعوبات العديدة التي واجهها أنس ابتداء من اليمن وحتى الوصول إلى هنا في اسطنبول إلا أنه اختار المتابعة في السير ولو بخطوات مثقلة نحو حلمه وقرر جعل الفن وحده سبيلاً لمواجهة واقع الحياة المرير الصعوبات كانت مرة يعني يعني أشغل ليك ما فيش سكان كان أول يوم كان ما فيش سكان كنا بنبات في الشارع زي في العراق درجة الحرار مرة مرتفعة المكان خبط قاحل الأسعار حقاً كل شيء كان هناك مرتفع كان في 1500 يمني ينتظروا تأشيرة العبور لهناك أكثر من 62 دولة شاركت في هذا المعرض لفن الكاركاتير الذي تحتضنه تركيا في أراضيها لمدة شهر كامل يوصل عبر رسومات ساخرة أحياناً وحزينة أحايين أخرى مأساة الحرب في اليمن وأنس القادم من قلب المأساة أكثر من حرصة عبر ريشته على تسجيل ما شهده من معاناة شعب بأكمله أول شيء نتلقى الدعوة من الاتحاد العالمي الرسامي الكاركتير لحضور الفعالية وتمثيل اليمن هنا في الفعالية لأنه حضر أكثر من ممثل لهذا المعرض المعرض دعوه الاتحاد العالمي الرسامي الكاركتير وشارك في 62 دولة هناك من يبرع برسم الموت في الحياة الواقعية وهناك من يحول الموت إلى صور تدعو للحياة كما هو حال الرسومات هنا عبر أساليب للتعاطف مع معاناة الشعب اليمني وهي أيضاً تبدو مدخلاً ليقول من شاركوا بألوانهم إننا معكم نشارككم الهم ونقاسمكم الآلام وإن كنا ننتمي إلى بلدان مختلفة فالمعاناة والفن لا تعترف بالحدود مهما كانت